بالنسبة للعيبة بقى عندك مثلاً أنت فتوح يناير هيبقى فري زيزو عنده برضو أكيد عروض كتيرة هتعمل إيه فتوح؟ فتوح طالب يقال أنه طالب مبالغ كبيرة 60 مليون سمعنا بالضبط قالوا تقريباً حوالي 70% من التعاقد بتاعهم أه أه عايز 70% بس ده تفاوض الأولاني فالتفاوض الأولاني طبعاً مع اللجنة الموجودة يختلف تماماً لما يكون فيه تفاوض مع مجلس قائن نقدر نتفاوض ونوصل لحلول ترد اللاعب ونحن برضو يعني قوام الفريق ما يتهزش أنت متمسك لو جئت نائباً للرئيس متمسك بفتوح؟ أه طبعاً 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 ولو اضطريت تدفع من جيبك؟ لا مش هتقدر تدفع من جيبك لكن تقدري تنمي الموارد بتاعتك وتقدري تشتغلي على ده اللعيبة عايزين ناو 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 اللعيبة بجله معروض ما هو فاندم ماشي المشكلة ما هو نتزمالك كبير برضو يعني نتزمالك كبير هتعمل إيه بزيزه أكيد زيزه نفس الوضع بالضبط كابتن فاروق جعفر مثلاً لما كان عندي قال ممكن يبيع زيزه يعني ممكن لو لأ بديل زيزه يبيع لو حريك بتسأليني على رأي الشخص ويش رأي مجلس إدارة أنا ما لعبش في قوام الفريق خالص قال بالعكس لو أنا أقدر أدعمه أدعمه ولو ما قدرتش؟ ما قدرتش إيه؟ خلاص يبقى أنا على الأقل حافظ على قوام الفريق الموجود قلت إنه ممكن تستعين بمدرب أو مدير فني مصري واتكلمت على حسام حسن واتكلمت على آخرين أنت مش عاجبك أسوريو؟ لا أنا طبعاً داعم لأسوريو جداً 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 لأنه حالياً هو الموجود أنا ضد حضرتك برضو أن التغييرات تكون كتيرة ولكن دا كان رأي شخصي بناءاً عنه إيه؟ إن كابتن حسام حسن كان موجود وجيه مسك الفريق فألفين وتسعة أو ألفين وعشر لما أتذكر وأنا كنت أعوده في المجلس فعمل يعني تضافر ما بين الفريق وقدر إنه هو بس محققاش بطولة محققاش بطولة بس إحنا كنا في مراكز متأخرة جداً وقدر إن إحنا نطلع بنا في ظل برضو الأزمات المادية بس وقتها قيل أنه شيكابالا اللي كان له الدور الأكبر في تجميع الفريق طبعاً ما هو شيكابالا كابتن الفريق وقدر في الدوري كان وقتها بس كان فيه تعامل محترم ما بين الكابتن حسام وكابتن شكابالا يعني إذا إنت تفضل أن يكون قلت أن تفضل أن تكون هناك ميكس أو خليط ما بين المدرب الأجنبي ومدرب دا رأي الشخصي وليس رأي مجلس الأجنبي أيوة رأيك الشخصي إزاي يعني؟ لا يعني مثلاً إحنا نحرك عندنا الأجنبي مثلاً دلوقتي أسوريو موجود أنا داعم جداً لأسوريو ويفضل مكمل هايستجيب حسام حسن مدرب أسوريو مدير فاني وحسام حسن مدرب وحسام حسن يرضى؟ معرفش أنا ما سألتوش أنا بقول رأيي ولكن النهاردة لو إحنا هنيجي حتى للمدرب المصري وينفعت من اتنين كبار يعني يشتغلوا مع بعض حسام حسن بيعتبر نفسه مدير فاني؟ زي المنتخبات إيه المشكلة؟ لكن أنا بس بتكلم في حرارك إيه؟ حتة ما بين المدرب الأجنبي والمدرب المصري المدرب المصري ليه معايير؟ أنت حرارك النهاردة أنت عندك أزمة مثلاً في العملة فأنت دي برضو حاجة أنت بتقدر تحليها شايف أنك تخلص من قصة العملة والدفع بالدولار وتخلص من مدرب الأجنبي؟ مش أخلص ما أنا مش هضحي بالفريق طبعاً يعني مش هضحي بالفريق الأول لكرة القادرة أيوة أنت تقديرك أنت بتحب الكورة كلنا بتحب الكورة بالضبط أكيد كلنا بتحب الكورة كل واحد عنده رأي أنت رأيك إيه في أوسوريو؟ حالياً؟ لا رأي كويس جداً وأن إحنا داعمين جداً ليه وأنا داعم ليه جداً وضد التغيير السريع شايف أن الزمالك ممكن ينفس على الدوري آه عادي جداً جداً وياخد بطولة إفرقية كمان؟ وياخد بطولة حصلت في سنة 2020-2021 خدت دوري في آخر أربع أصابيع هذا كان مع كابتن حسين لبيب بالضبط كابتن حسين موجود المهم تحفظه على قوام الفريق ويبقى فيه استقرار